موسيقى نحمد الله تعالى على ما أقدر عليه من الأمر وأيسر سبحانه نشهد أن لا إله إلا هو المتوحد بالكمال وإنما النقص في الإنسان مهما جد واشتهد في الأعمال نسأله تعالى أن يعاملنا بصدق نوايانا لا بنقائس خطايانا حضرات المشاهدين الأكارم والمستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول الحق جل وعلا في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم دلت هذه الآية الكريمة على أن الصوم إنما يجب مع القدرة البدنية والعقلية وبانتفاء إحداهما ينتفي الأوجوب وكما قال علماء الأصول العقل مناط التكليف ولا تكليف إلا بعقل كذلك القدرة البدنية هي شرط في وجوب الصيام فالله تبارك وتعالى استثنى من عباده أولئك الذين لا يقدرون على تحمل مشقة الصيام وذلك رفعا للحرج ودرءا للمذرة إذ الشريعة وضعت لإصلاح الأبدان لا لإفساد شيء منها والإسلام حضرات المشاهدين الأكارم إنما جاء يهدف إلى إصلاح الأبدان وإلى إسعاد الناس ولم يكن غرضه إثقال متبعيه بالأوامر والنواهي وإثقال كواهلهم وإنما غرضه إسعادهم وتوفير ما به تحصل صحة الأبدان فالصيام فيه مشقة مقدور عليها من طرف القادرين صحيا وبدنيا ونفسيا وهناك أناس آخرون كالعجز وككبار السن وكالمرضى عفان الله وإياهم ونسأل الله تعالى لهم الشفاء العاجلة هؤلاء لا يستطيعون تحمل مشقة الصيام وهناك قاعدة أصولية كذلك تقول المشقة تجلب التيسير يعني إذا كان فما مشقة غير مقدور عليها فالتيسير يولي حاجة تفرض نفسها فالله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر وقد اعتبر المولى تبارك وتعالى المرضى من الأعذار الشرعية اللي يعني تجلب التيسير ولذلك قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني إذا كان الإنسان مريضا وكما قالوا ساداتنا الفقهاء المرض يكون على ثلاثة أنواع إما أن يكون المرض قويا ويمثل الصوم معه خطرا على صحة الإنسان فهنا يجب الإفطار ويحرم الصوم ولهنا وقت للطبيب يشير عليك أخي المريض أو أختي المريضة يشير عليك الطبيب بوجوب الإفطار فهذاك يعني نصيحة الطبيب هي رأي الحكم الشرعي لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر يعني كل في مجاله فأهل الذكر في الميدان الصحي هم إخواننا الأطباء فهم أهل الذكر ليس الإمام وقت لي بشي له بشي يجاوبك وإنما الطبيب وما يشير به عليك الطبيب هو الحكم الشرعي اللي عليك أن تطبقه وأن تعمل به ومش الإنسان هو اللي يعمل اللي في رأسه ولا قدر الله يفضي به ذلك إلى الهلاك فيكون معاقب ومحاسب عند الله تبارك وتعالى وقت لي أشار عليك الطبيب بوجوب الإفطار وقال لك لأنه هو يعرف الأمور العلمية والصحية قال لك راه الصيام يمثل خطرا على صحتك أو يظن ذلك ظنا قويا كما يقول الفقهاء فهنا يتعين الإفطار ويحرم الصيام وانتي يقول القائل اللي شكون تصوم انتي تصوم لله تبارك وتعالى فربي اللي بيش تصوم له قال لك لا أفطر يعني فالصوم عند القدرة هو طاعة والصوم عند عدم القدرة وقت لي الطبيب يقول لك يزمك بيش تفطر وراه الصيام يولي اختر على صحتك يولي الصيام مع صياه بالنسبة لله تعالى لأنه اللي بيش تصوم له ولا بيش تفطر له هو ربي سبحانه وتعالى وقد رخص لك في الإفطار بدليل هذه الآية الكريمة وبدليل آيات أخرى ليس على المريض حرج يقول لرب سبحانه وتعالى ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولهنها يعني يتعين الإفطار ويحرم الصيام ويكون الإفطار كذلك مطلوبا مطلوبا وقتهاش وقت اللي الصيام يمثل يعني يتسبب الصيام في تأخر البرء والشفاء أو ربما في استفحال المرض فهنا الأولى الإفطار الأولى الإفطار لماذا؟ لماذا؟ لأن الصيام يتسبب في استفحال المرض ويتسبب كذلك في تأخر الشفاء والبرء فهنا عملا بالرخصة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه العزيمة هي الصيام مع القدرة والرخصة هي الإفطار فالله تبارك وتعالى وقت اللي باش نستعمل الرخصة لنا يحب العمل بالرخصة وقت اللي باش نستعمل العزيمة وهي الصيام مع القدرة يحبنا أن نصيمه ولذلك يستوي عند الله تبارك وتعالى الصيام والإفطار يستوي الصيام والإفطار عند الله تبارك وتعالى باعتبار الحالة اللي يكون عليها الإنسان إذا كان يكون مريض فالأولى بالنسبة للمريض الإفطار بالنسبة لله تعالى وإذا كان يكون صحيح لبس عليه فالأولى والواجب والمتعين هو الصيام وكذلك قد يكون المرض خفيفا يعني لا يتسبب الصيام معه في تأخر البرء ولا في استفحال المرض ولا يمثل الصيام معه خطرا على صحة الإنسان فلنا يتعين الصيام ولذلك قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فهذه دعوة إلى آبائنا المسنين وإلى إخواننا المرضى والعاجزين أن يمشيوا بآراء وتعليمات السادة الأطباء وإرشادهم لهم ومن يعترضوش عن ذلك لأن هذا هو الشرع الحنيف لنا نختم بمسألة تتعلق بما كنا بصدد الحديث عنه وهي إخواننا وآبائنا الزمنة وهم أصحاب الأمراض المزمنة تلقى عفان الله وإياكم مريض بمرض مزمن وأشار عليه الطبيب بالإفطار ولنا مهوش بش يجي يعني بعد رمضان بش يرجع ما فاته من صيام لا على طول حياته يقعد يفطر لماذا؟ لأنه عنده مرض ميزموش يصوم معاه فلهنا مش بش يرجع أيام يعني صيام وإنما يقول لك شنو اللي نعمل لنا الزمنة يعني الإنسان اللي عنده مرض مزمن يفطر وجوبا في رمضان وفي غير رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا يعني إما يخرج أكل من اللي يطيبه هو يطعم عائلة فقيرة مسكينا واحدا يعني يعطي للمسكين ذكك الأكل أو يشري له كمية ويعطيها ويحكرها هذه كبتا أيام رمضان أو يعطي الفدية كذلك مالا يعني عن كل يوم يطعم مسكينا هذا ينأكدو إذا كان قادر هو ماديا أما إذا كان فقيرا وفي حاجة هو في حذاته في حاجة إلى من يعينه فهو في عفو الله تبارك وتعالى يعني يفطر ولا شيء عليه اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا واجعل الجنة مأواهم ومأوانا وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء قادم بحول الله عز وجل اشتركوا في القناة شكرا